خير مثال يعني أو للحديث عن أي قضية معينة هي إعطاء مثال حقيقي وواقعي قبل الشرح عنها فحضرتك يعني لربما عشت جميع هذه الظروف المتعلقة بالحبس المنزلي يعني عندما يصبح للأسف دعني أقولها الأب هو سجان ابنه ليحميه من المعتقل معتقل الاحتلال ليبقي ابنه في داخل المنزل يعني نبدأ بالحديث عن هذه النقطة هي هاي أولا شيسا صباحك صباح الجميع شكرا لكم لا اهتمامكم في قضية أبناء القدس أو أبناء فلسطيني بشكل عام وهي الحبس المنزلي أو الأسر بشكل عام وأنا الحمد لله الله كرمني عندي ولد أسير داخل المعتقل وولد أسير داخل البيت الأسير داخل البيت عمره 13 سنة أيهم ابني من 15-15 نتفاجأ الساعة أربعة الصبح قوات مدججة بالعشرات الجبات أليات عسكرية بتسكر حي بحاله في وقت الصباح لحتى ينزلوا ويفتشوا بيتنا ويعتقلوا أطفال الاتنين الحمد لله اعتقلوهم روحناهم بعد فترة معينة تاني يوم في فترة حبس منزلي حاولنا أنه نكون نخفف ما يكونوش ولادنا داخل المعتقل وفكرنا أنهم أطفال يعني أسبوع عشر تيام بعدها القاضي رح يشوفهم أو يطلع أنه هدول أطفال حرام يكونوا بالسجين حرام يضيعوا حياتهم التعليمية يروحهم بالعكس إحنا بنطلع بنلاقي القاضي كمان بنفس معسكر الجيش والمخابرات ماشي معهم بنفس الطيار وبأمر أنه يضلوا بالحبس المنزلي طال الحبس المنزلي الحبس المنزلي صار عبق على أهل أكتر من الطلاب من الأسرة يعني أنا ابني لما بيكون في البيت بدي يطلع يشتري شغلة إله بدي يبعث أخوه تاني عشان يشتري له ممنوع بيروح على المدرسة ممنوع بدلنا نروح مناسبة ممنوع الإشي الغير هيك كمان أنه أي مناسبة ممنوع نروح أنا وزوجتي على المناسبة حتى اليوم كنا نود بأن تكون زوجة حضرتك أيضا موجودة معنا للحديث أيضا عن تجربتها ولكن يجب بقاءها في المنزل من أجل بقاءها مع أيهم أنا كنت بجيب جوجتي معي بس لأنه قانون الحبس المنزلي بحتم علينا أنه ممنوع نخرج التنين من البيت معا يعني يا أنا بطلع وهي بتضل مع الأسير بالبيت يا أما بالعكس أنا بتضل وهي تروح وهيك صار عندي قبل هنا جوّست ابني وأنا ومرضت ما قدرناش نكون مع بعض في العرص ابني الطفل ما قدرش يكون في هذا كنا نبدل أنا والزوجة فترات متفاوتة إن هي تحضر ما إيش معين يعني ظروف صعبة جدا لا يمكن لأحد أن يحتملها يعني حتى هذه الظروف أنت تعيشها أيضا مع أولاد العمومة يعني هذه لربما يعني القصص التي نتحدث عنها اليوم يتشارك فيها المقدسيين ولربما سبعين بالمئة من الأطفال المقدسيين المعتقلين يتم تحويلهم للحبس المنزلي ما هذه الذريعة التي يستخدمها الاحتلال من أجر لربما يعني التنكيل أيضا بالأهالي المقدسيين أكيد يعني قضية بحجم قضية أطفال هجاء بيتهمهم ضرب هجاء قضية متعارفة علينا دول أطفال مفروض يتعاطوا محهم في فهموهم يرجدوهم هذا لو كان في دولة قانون وأولاد بغلطوا سعي دولة احتلال بالأساس ما في أي مواجهة مستوطنين بمرقب بعربدوا عنا بالمناطق بعدموا شكاوي لا ما إلهاش أساس من الصحة إن هم بيتعرضوا للعربدة قوات مدججة بتنزل بتعتق الأطفال بربوا عند الأولاد هذا الأشي بعدين لما بدهم يجي عاقبوا الطفل على الفعلة لو فعلها ما بعاقبوا ضمن قانون إنه ممكن حبسوه ستة شهر يخلق هما بقصدوا إنه ينكسوا عليه عدد سنين أكبر عليه وعا حياته يدافعوهم غرمات حبس منزلي يعني قضية بستة شهور أو سنة ممكن يخلوا الطفل سنتين حبس بيتي وأهله سجنين عليه وبعدين لو بدهم يحبس ستة شهور السنتين الحبس المنزلي لا يشفعوا له من أي عمر بما أن حضرتك أيضا أستاذ نواف أيضا ناشط مقدسي يعني وتثير جميع القضايا المتعلقة بأهالي بيت المقدس من أي عمر تبدأ محاكمة الطفل يعني في إسرائيل بالنسبة لأطفال الضفة دولة الاحتلال يعني بعد ستة عشر سنة هو مش طفل هذا مش موجود هذا بالنسبة لأطفال الضفة أما بالنسبة للطفل المقدسي شو اللي بصير بالطفل المقدسي أنا كأب أنا اليوم عمري تمانية واربين سنة أنا قبل تلاتين سنة بنفس السجن كنت اللي ابني هلأ موجود فيه عمره أربعة عشر سنة حي 16 قانون بمسلوع المستوطنين بمسلوع عليهم القانون إحنا تحت قانون الطوارئ تحت قانون الاحتلال ما بيجريش علينا القانون أنا قانون بيجي بقولك ولد عمره أقل من 12 ابني أيها أقل من 13 لما أجوا أعتقلوه أجوا أخدوه وأحمد أقل من 14 أجوا الساعة وأربعة صب يعني أكثر من عشرين جيب جيش مئات من الجيش حتى ظروف الاعتقال طريقة الاعتقال هي وحشية جدا ولكن هما صحيح جايين يعتقلوا طفل ضربين بعرض الحائطة الاتفاقية الدولية اتفاقية حقوق الطفل اللي بتحميهم حتى الغاضي بيكمل بأمر بسجنهم الغاضي بأمر إنه نتفع غرامات أنا واحد من الناس يمكن إشي مش موجود بحكينا عن التجربة اللي صارت معك بموضوع الغرامات الواتس بيجي بقولولو أنت بدي يروح ابنك حبس منزلي ادفع ألف ألفين تلات تلف شهكل مبلغ معين بحدد الغاضي وبتستمر المحاكمة فهدي هو أنا واحد من الناس طلعت للغاضي بدي ينزل أولادي التنين للحبس المنزلي وفقاليين راح يروحهم لأنهم بيعتبر قاصرين ورح نزلوهم لأنه بدي يمرمرك فيهم بدي يحبسك محهم ومش عمل لك معروف لما بنزلهم حبس بيتي فأنا واقفت قدام الغاضي وقلت له أنا بالنسبة لأبنائي ما بدفع عنهم ولا إيا شي ابني مش مجرم ابني مش حرامي ابني ما هو تاجر مخدرات ابني إجيت واخدته بالليل وأنا ما بدفع عجرة الجنود والقوات اللي نزلوا كسر بيتي وأرهبوا أولادي وعجوا صحونا من نومنا وأخذوا أولادي وروح أولادنا بالحبس المنزلي رغم إنما دفعتاش ورفضت أدفع وأنا بهاي من هون من خلال شاشتكو أنا بادعو كل مواطن مقدسي يرفض يدفع عن يتمرد على هذا الموضوع أي إشي بخصوصا لما ابنك بكون على قضية أنت بتتشرف فيها صحي هناك أيضا ربما مراقبة من قبل دولة الاحتلال للطفل الذي يقبع تحت الحبس المنزلي صاروا جديد يحطوا موضوع الإسوارة موضوع إنه يحطوا مثلا جنود يضلوا يعملوا زيارات مثلا فجائية عشان يتأكدوا صار معكم هذا الإشي؟ هذا الإشي اللي صار معنا بس برضو كمان شغلة أنا تعملتها بختلف عن الناس يعني الحمد لله أنا قضيت ابني أنا كتير من أنا أشتغلات عن الحبس المنزلي اللي حكيت عنها بحياتي أنت بتأكد أنا كناشط بلوتس بس كنت أحكي إنه فلان حبس منزلي وخبر عابر يمره زيه زي خبر بس أنا قضية ابنائي لأنني عشت فيها كنت أوثق لما كانوا ييجوا يقتحموا بيتي يفتشوه ويشوفوا إذا أولادي في البيت ولا ميش في البيت أنا كنت أوثق لما فتشوا لما كنت أطلع على المحكمة الناس صارت تشوف أكتر وبتوسعوا أكتر صار انتشار لحالة ابنائي لأنه أنا أبوهم وعيش الحالي وكنت أحكيها بكل حد فيها وكانت معروضة للكل إحنا كان يخلونا السيخ أربعة صوب خمسة صوب ينزلوا عشان يدوروا على أحمد وأيهم كانوا بالحبس المنزلي مع بعض تنين أنا كانوا بالحبس المنزلي يعني الاحتلال يمارس على العائلات المنخدسية وعلى العائلات الفلسطينية عموما أساليب قدرة أساليب سيئة جدا نتمنى الإفراج القريب والعاجل لأبنائك وجميع الأسرى البواسل وأن يزول هذا الاحتلال شكرا جزيلا لحضرتك والله يعطيكم ألف عافية وربنا يقويكم بالعكس أنتوا كمان شكرا جهودكم لأنكم رفعتوا قضية أبنائنا وأبناء المقدسيين وأبناء فلسطين واجبنا لكل العالم شكرا لكم شكرا لكم